الى قبل اشهرين فقط لم يكن المرور في هذا الطريق سهلا كما هو عليه الحال الان بل كان يمثل مخاطرة كبيرة نظرا لوعورته وما يمثله المرور فيه من مجازفة قد تكلفك حياتك قد كان الناس يعانون معنا شديدة في نقليات وفي اسعاف المرضى وفي نقل الحوامل حتى عند الوضع حتى ان كانت اغلب النساء تضع في الطريق من شدة عورة الطريق تربط هذه الطريقة عدة قرى هنا في عزلة الايفوع بمديرية المواسط كما تشكل حلقة وصل بين عزلة الايفوع وعزل اخرى في المديرية وتمثل شريانا حيويا لإيصال المواد الغذائية للقرى التي تقع اعلى الجبل نهيك عن اسعاف المرضى خصوصا النساء والاطفال هذه الطريق تربطنا بعدة عزل حتى يصل لربط بمركز المديرية بعدة مديرية فنشكرها القائمين من المشايخ والقهاء ورجال المال والأعمال الذين بذلوا قهودا لمتابعة أولا المشروع ودفع بالتبرعات لإقامة هذا المشروع كما هي عادة أبناء الريف في التعاون فيما بينهم وبما يخدم الجميع بادر الأهالي في هذه المنطقة إلى التحرك للبدء في رصف هذا الطريق والتغلب على واحدة من أكثر العراقين التي تواجه حياتهم اليومية الحمد لله توفقنا في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ونرصفنا أكثر من خمسة بيت متر بمبادرة مجتمعية خالصة لم تدخل فيها للمنظمات ولم تدخل فيها أي داعمين غير أبراء المنطقة بالمفسور ثم بدأت الفكرة تكبر عندنا وعند الشباب في المنطقة أنهم يحاولون يرصفون كل الطريق إلى رأس المسموه وبدأنا بعمل دراسة مبسطة كنا نحن وبعض الشباب للرصف ما تبقى من هنا على مراحل المراحل فقالت بعد مبادرة المجلس النرويقي تدخل والحمد لله أنه اعتمد لنا 1500 متر وبدأت العمل في السهل وعمل المعوقات كانت بسيطة جدا في العمل هذا الحمد لله طول المسافة والتكاليف الباهظة للمشروع لم تثبت من عزيمتهم بل كانت حافزا أكبر للتحدي دفعهم للبحث عن مصادر تمويل من المغتربين وفاعلي الخير لتوفير ما يحتاجه العمل إلى جانب الأياد العاملة من أبناء المنطقة أثمرت جهود الأهالي في رصف هذا الطريق الهام وبتكاليف أقل بكثير مما لو كانت جهة رسمية أو شركة مقاولات نفذت العمل ما يؤكده أهمية التكاتف والتعاون لما فيه خدمة المجتمع وهو ما يميز الريف اليمني فوز الحمادي قناة بلقيس من منطقة حزيمان بمديرية المواصف تعيز ترجمة نانسي قنقر